طيب خلينا نروح نشوف وإحنا بنتكلم مع حضراتكم ده تحرك الفريق الكواليس اللي دايما بتحب وتشوفوها أعتقد أن التمرين انتهى دلوقتي ولا لسه حيروحوا على التمرين الشباب حد يقول لي حيروحوا لسه رايحين على التمرين أوكي بإذن ده زي ما حضراتكم شايفين أوتوبيس النادي الأهلي بيتوجه من مقر إقامته إلى ملعب التدريب إن شاء الله بكرة حيكون في تدريبة تانية والتمرين طبعا دلوقتي شغال ولكن اللقطات دي لسه جايلنا دلوقتي فبنعرضها لحضراتكم على الهواء أهو مع حضراتكم ولكن التمرين طبعا شغال دلوقتي في ملعب التدريب فزي ما قلت لحضراتكم خلينا مبسوطين خلينا فرحانين الجمهور بكرة بالمناسبة يوم الاتنين أنا متأكد إن إحنا حنلاقي مظهر ومشهد لجمهور النادي الأهلي أعتقد إن من الممكن جدا إن بايرن ميونيخ يتفاجأ بهذا الجمهور وبهذا الكم وباللي حيحصل هناك إحنا عارفين إن في بعض الترتيبات اللي بتحصل من جمهور النادي الأهلي من رابطة محب النادي الأهلي في أرض المونديال الكل بيتكلم على جمهور النادي الأهلي زي ما أنا كنت مبارح بقول لحضراتكم كنا باللعب فريق الدحيل البلد بلدكم ولكن المدرجات بتاعتنا جمهور النادي الأهلي متواجد في كل حتة جمهور النادي الأهلي زي ما سمعته كابتن علي محمد علي هو بيتكلم على إن ممكن جدا تروح هنا ولا هنا ولا هنا بتلاقي كل جمهور النادي الأهلي في كل حتة وكل الشغف والجمهور وكل الشغف والطموح اللي موجود في كل مكان صفحات البايرن ميونخ الرسمية والغير رسمية اللي شايفة ومتفاجأة من شعبية النادي الأهلي أنا قريت بعض التعليقات بالمناسبة أنا يعني بحب أقرى كل التعليقات فقريت بعض التعليقات على الصفحة رسمية للبايرن حد من واحدة من المشجعات بايرد ميونيخ بتقول يا جماعة دلو عندهم فولوورز اكتر من اللي عندنا يعني تخيلوا حضراتكم وحاجات كتيرة جدا ومشجعة كينية كانت برضو ردت على بوست من البوستات اللي كتبها للصفحة الرسمية لبايرد ميونيخ وقالت يعني مش عايزينكم تتفاجئوا ده النادي الاهلي عنده شعبية جارفة في العالم كله مش مشجعين مصريين بس الاهلوية ممكن تلاقي في كينيا اهلوية وتلاقي في زنبيا اهلوية بتلاقي في كل حتة الاهلوية عشان كده انبالح انا لما الناس بالتالي انا قلت 200 مليون لا اكتر من 200 مليون كمان هو ده الاهلي وهو ده حجم الاهلي وهو ده كبر النادي الاهلي او النادي الاهلي كبير يا جماعة كبير وحيفضل كبير وحيظل دائما بجمهوره بجمهوره وبلعبته بمجلس ادارته وبقناته بكل حاجة شكرا